السلام عليكم ستعلق بالموازنة الوضع الاقتصادي البطاقة التموينية أيضا رؤية الحكومة للمرحلة القادمة فيما تعلق بالاتفاقات الدولية البرامج برامج الزيارات التي يقوم بها السيد رئيس مجلس الوزراء أوصى أيضا بتأكيد دعم البطاقة التموينية خاصة هذه الأيام ونحن مقبلون على رمضان هناك تدابير في وزارة التجارة بإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء على أن تستوفى الحصة التموينية بجميع مفاصلها الآن وفي مقتبل رمضان الحكومة كما تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء مقبلة على مزيد من الانفتاح في سياستها على البلدان خاصة نحن مقبلون على القمة الثلاثية التي أجلت لبعض الوقت هذه القمة تترافق أيضا باهتمام متزايد للحكومة بالاتفاقية الصينية أيضا وأوصى السيد رئيس مجلس الوزراء بالشروع بتنفيذها والعمل عليها لأنها ستغرق وقتا طويلا التحديات ما زالت قائمة والحكومة ماضية في أن تؤسس مستقبلا جديدا للعراق العراق سيكون إن شاء الله نقطة التقاء للمتناقضات وليس مقطة انبعاث لها هذا الأمر ربما يقتضي من الحكومة عملا دائبا ولغة جديدة لترتيب أوضاعنا مع جيراننا ومع اتفاقاتنا الدولية فيما يتعلق بمسائل الصحة كالعادة السيد وزير الصحة قدم بين يدي مجلس الوزراء المعلومات الراهنة عن أوضاع الوباء وفي الواقع ما زالت الإصابات في التصاعد قلنا ذلك امرارا في المؤتمرات السابقة اليوم لدينا إصابات عديدة متصاعدة وفي المقابل لدينا لقاحات أيضا متزايدة نسب عالية من أخذ اللقاح إن شاء الله شهدناها وسنشهدها كل ما نحتاجه مزيد من بث الوعي للناس في ضرورة التسجيل في المنافذ الإلكترونية لأخذ اللقاح وتسجيع الناس على التسجيل وأخذ اللقاح هذه مسألة مرتبطة بسياسة الحكومة في عودة الحياة الطبيعية العالم متجه الآن مع تصاعد أخذ اللقاح وإنتاجه إلى استعادة الحياة الطبيعية شيئا في شيئا ولسنا بدعا بين البلدان التي تعمل الآن على استعادة الحياة الطبيعية في أوروبا وفي العالم الغربي سيسبقوننا لأنهم منتجون للقاح ونحن في الشرق الأوسط إجمالا لجنة الشرق الأوسط للسياحة ستعقد اجتماعا في الرياض قريبا وإن شاء الله سيتقرر المضي في استعادة الحياة الطبيعية تبعا لأخذ اللقاح كان هناك أيضا قرار لتمويل وزارة الصحة فيما يتعلق بشراء المزيد من اللقاحات صوت مجلس الوزراء اليوم بتمويل وزارة الصحة بمزيد من الأموال لشراء اللقاحات هذا أمر أيضا هناك توجيه للحكومة في تشكيل فريق عمل لتهيئة كافة مستلزمات اللوجستيات للاستعداد لخليجي 25 وهذا حدث مهم قد يعين العراق على الانفتاح والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سلسلة الانحباسات التي تعرضنا لها بفعل كورونا وبفعل الأزمة الاقتصادية أيضا كان هناك قراران يتعلقان بوزارة النفط في تطوير حقول حقل الزبير وحقل مجنون هذان القراران سيعززان من قدرة هذين الحقلين على المزيد من تصدير النفط كان هناك أيضا مباحثات وأسئلة عن آفاق تعاون العراق مع بلدان كمصر والأردن كما تعلمون في القمة الثلاثية التي أجلت وأيضا الانفتاح على بلدان أخرى وعلى ما يسمى الآن بالمشرق الجديد المشرق الجديد ليس فكرة جديدة هو في الحقيقة موجود هو تعاون بين بلدان العراق والأردن ومصر والآن ستتضح معالم هذا التعاون وآفاقه من خلال جزئيات والتفصيلات الاقتصادية خاصة وقلنا ذلك سابقا أنه مشروع تنموي اقتصادي محض يربط هذه البلدان الثلاثة والعراق منفتح على انضمان بلدان أخرى إلى هذا التعاون تقريبا هذا كل ما لدينا أنوه أخيرا بسيد رئيس الوزراء اهتم كثيرا بالفنان محمد حسين عبد الرحيم وكانت له متطلبات وطلب استوفي هذا الطلب لدى الحكومة وأعتقد هذه من واجبات الحكومة الاهتمام بالفنانين من أولا لك الفنانين من طراز الفنان محمد حسين عبد الرحيم اهتم الآن بأسئلتكم فتفضلوا السلام عليكم دكتور مؤيد الفرطوس من قناة العراقية دكتور تكلمتم عن أهمية هذه القمة الثلاثية العربية هل حدد لها موعد معين في القريب العاجل موعد يوم محدد لهذه القمة أولا وفيها كثير من المذكرات تفاهم هل ترتقي بعض هذه المذكرات إلى اتفاقات كبيرة ما بين البلدان الثلاثة أو ما بين العراق ومصر أو العراق والأردن شكرا دكتور الاتفاقات أولا هي ثلاثية يعني إذا كانت هناك مشاريع فتربط هذه البلدان الثلاثة يعني هناك بالتأكيد فرص تعاون مع الأردن لكنها بالتأكيد تمتد إلى جمهورية مصر العربية أعتقد الطموحات الآن المنظورة في ضوء القمة الثلاثية في عمان تعد بشيء الكثير للأسف أجلت القمة الثانية وستحدث قريبا اجتماعات وزراء الخارجية أفضت إلى أن هذه القمة قائمة وستتحقق خلال الأسابيع القريبة القادمة إن شاء الله السلام عليكم وعلى الوزير محمود المشهداني من صحيفة أساهل يابانية هناك دعم للمنتوج المحلي من قبل دولة رئيس الوزراء ولكن لم يتم تنفيذ التسعير القمرقية بالمناثل الحدودية هل الحكومة العراقية وضعت خطة لدعم المنتوج المحلي؟ شكرا جزيلا بالتأكيد كلمة المنتوج المحلي ودعمها أصبح الشائعة الآن الحكومة أول ما طبقتها في الورق البيضاء الورق البيضاء رسمت ملامح لدعم المنتوج الوطني ثم طبقت في قانون الموازنة يعني قانون الموازنة لم يغفل هذه الناحية في دعم المنتوج الوطني يمكن أن نرى ملمحه في تغيير سعر صرف الدولار على سبيل المثال في منع تهريب المنتجات الزراعية على سبيل المثال في إيقاف استيراد كثير من المفردات المواد الغذائية لتدعم المنتوج المحلي هذه قائمة وموجودة وباعتقادي أنها ستتعزز في الأيام القادمة مع إقرار الموازنة دكتور السلام عليكم محمد الشمري مراسق قناة النجابة الفضائية دكتور المواطن أصبح أمام مواجهة صعبة مع الأزمة الاقتصادية في فترة السيد عادل عبد المهدي كانت أسعار النفط تقريبا 40 دولار لم يطرأ أي تغيير على أسعار صرف الدولار الآن في حكومة السيد الكاظمي وصل برميل النفط إلى 70 دولار يعني شاهدنا أن الموازنة تضمنت ارتفاع رفع سعر صرف الدولار هناك الموازنة أيضا تضمنت قروض داخلية وخارجية بعض النواب تحدثوا أن قيمة الانفاق جدا عالية هناك من وصف الموازنة بأنها من أسوأ الموازنات التي مرت على العراقيين بل جاءت لتجويع يعني شعب يعني أين الأصلاح الاقتصادي الذي تعهد به سيد الكاظمي أمام القوى السياسية والشعب دعني أولا أبدأ بأن تصنيف العراق الاعتماني صعد من سلبي إلى مستقر هذا اليوم أعلن هذا صعود هذا الموضوع من سلبي إلى مستقر هو مؤشر على تعافي اقتصادي تدريجي ما يبقى أن الموازنة التي قدمتها الحكومة وصوتت عليها فيها عناية بالغة بالشرائح الفقيرة سيتضح هذا حينما تقر الموازنة نحن نتطلع كحكومة إلى مجلس النواب أن يفكر سريعا في إقرار الموازنة تقريبا مضى ربع عام من هذه السنة وما زلنا نعمل بالطريقة القديمة المعهودة الأمل معقود لدى الحكومة ولدى الناس في الوقت نفسه على مجلس النواب في إقرار الموازنة بسرعة إن شاء الله دكتور سيف الدين لابراهي من قناة الحدث اليوم ما هي آخر الإحصائيات لأخذ لقاح فيروس كورونا في العراق وهل وصلت اللقاحات المحجوزة للعراق في هذه الفترة التي الفترة الماضية بالنسبة للقاحات سواء من الدول الأوروبية وبقية الدول المنتجة لهذه اللقاحات شكرا لك حتى الآن تلقى العراق وجبتين من اللقاحات إعطاء هذه اللقاحات مستمر حتى هذه اللحظة والسيد وزير الصحة بيّن لنا بتفاؤل أن هناك إقبال كانت المشكلة والأزمة عندنا خشت أن الناس لن تقبل على أخذ اللقاحات لكن تصاعد أخذ اللقاحات بالإحصاءات يبشر بخير اللقاحات ستأتي تباعا إلى البلد لأننا تعاقدنا مع كل أنواع اللقاحات مع الشركات كلها وستأتينا تباعا الأرقام قلناها سابقا أننا تلقينا بالبداية 50 ألف وثم أكثر من 300 ألف وسنستمر في تلقي هذه اللقاحات حسب التعاقدات التي أبربناها الأمر المهم الذي أود أن أعيده هو أن هناك إقبال لدى الناس على اللقاح وهذا مهم ونأمل من الصحافة والإعلام أن تعزز هذا النوع من الوعي لدى شعبنا السلام عليكم مع الوزير مصطفى كامل وكالة أنباء الأهرام الدولية على ما يبدو الواحد لمن يتأخر السؤال الأخير يحترق السؤال فأنا كان أمور فنية هناك مع الوزير هناك اتفاقيات كانت بين الدول العربية وهناك اتفاقيات أخرى بين العراق والصين والاتفاقيات الأخرى بين ربط السكك الحديد بين إيران وسوريا والعراق فأين توصلتم في هذه الاتفاقيات؟ وشكراً لنقل كل هذه الفرشة من الاتفاقيات العمل جار عليها هي لم تتضح ملامحها بعد لكنها في الجوهر اتفاقيات اقتصادية قد تكون هناك اتفاقات ربط نفطي بين العراق والأردن ثم لاحقاً مصر وهناك أساساً مشروع سابق لربط أمبو بنفطي مع سوريا هناك اتفاقيات نقل بضائع بين الأردن والعراق جاري العمل عليها الآن فلن تتوقف الاتفاقيات عن هذا الجانب التنموي الاقتصادي والشيء الآخر حتى لا نحصر أنفسنا في هذه الاتفاقات العربية العربية الاتفاقية الصينية هذا اليوم شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على استكمال متطلبات لأنها قصة طويلة وبحاجة إلى أجراءات كثيرة هذا يبين أن العراق ماضن إلى الانفتاح على البلدان كلها دون أن يحجز نفسه في تحالف هنا أو تحالف هناك سيكون العراق نقطة التقاء كما عبر اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء نقطة التقاء حتى المتناقضات فيه جميع الجيران سيسهمون في النشاط الاقتصادي وفي الاتفاقيات الاقتصادية شكرا جزيلا لكم